والآن أبرز ما جاء في بعض الصحف لليوم نبدأ من صحيفة نداء الوطن حيث عنوانت عشاء فرنجية القائد يصدم بسيل المرد سرب الخبر والردؤات ماذا في التفاصيل؟ كشف قيادي بارس في فريق الممانعة لنداء الوطن أن كل ما قيل عن تعديل القرار 1701 هو من الأسلحة السياسية المحرمة ولا أساس له من الصحة وقال أن كل المفادين الذين حضروا إلى لبنان من كبير مستشاري الطاقة في البيت الأبيض أمو سوكستين إلى رئيس المخابرات العامة الفرنسية أسافير بيرنار إمي وما بينهما لم يطلب أي منهم إدخال تعديلات على القرار الدولي 1701 ولا إقامة منطقة عازلة في الجنوب ولا أي أمر آخر كل ما طلبوه هو تنفيذ القرار 1701 بكامل منوده كما هو نصه أما عن مرحلة ما بعد التمديد فيقول القيادي على الجميع أن يقرأ جيدا تعمد رئيس تيار المرادة سليمان فرنجي وعقيلته ونجله أن أبتوني فرنجي تلبية دعوة قائد الجيش العمال جوزيف عون إلى مائدة العشاء فالتوقيت اختاره فرنجي حيث كانت الزيارة قبل جلسة التمديد وتحديدا مساء الخميس الماضي ولم تأتي بعد الجلسة فهو حضر غير محمل بتصويت الكتلة نيابية المؤيدة للتمديد إنما استبق الأمر من دون أن يطرحه في العشاء ولفت إلى أن تسريب خبر العشاء جاء من فريق فرنجي وليس من جانب قائد الجيش ولم تعلن قيادة الجيش اللقاء بغية عدم إثار التفسيرات في غير محلها قبل إقرار التمديد كما علمت نداء الوطن أن أصداء اللقاء كانت سلبية جدا لدى رئيس التيار الوطني الحر نائب جبران باسيل على حد تعبير مصادر إعلامية في التيار وقالت إن نبأ هذا اللقاء جاء مباشرة بعد تصريح باسيل الأخير الذي وصف قانون التمديد للعماد جوزيف عون بأنه مؤامرة وأضافت الأوساط أن باسيل في الأساس يعتبر فرنجي غير مؤهل ليكون رئيسا للجمهورية فكيف الحال وقد انفتحت خطوط التواصل بين الغارمين اللدودين لرئيس التيار وتوقعت أن يحضر باسيل في الوقت المناسب ردا عالي النبرة على اللقاء ننتقل الآن إلى الأخبار حيث عنوان تيام لقصيفي القائد يبدأ معركة المجلس العسكري إذن لي ينتهي قريبا مفعول التمديد لقائد الجيش جوزيف عون ما جرى في جلسة الجمعة الماضي كان أبعد من تمديد بفعل القانون وحلقة من مسلسل سياسي يتعلق بالجنوب وبمستقبل حزب الله ولبنان ولما بعد التمديد وجهان الأول داخلي والثاني يتعلق بمفاعل التسوية الإقليمية التي رعت التمديد إنما ينتظر في اليارزي مسار متجدد من الكباش مع وزير الدفاع والتيار الوطني الحر وهذا سيفتح مجددا باب الاستهدافات المتبادلة بين الطرفين والتي ستكون أكثر حدة بعد الخسارة التي مني بها التيار إلا إذا قرر قائد الجيش الممدد له وضع الماء في النبيذ في حين يؤكد التيار بأن عون سيبقى على توتره مع وزير الدفاع ومع رئيس التيار جبران باسيل إضافة إلى أن العين ستكون على ما يلي صفقة التمديد فيما يتعلق بالمجلس العسكري وملء شغوره حتى الساعات الأخيرة تجددت مطالبة الاشتراكي بتعيين رئيس الأركان وتعززت بإصرار قائد الجيش والتمسك بالمرشح لهذا المنصب وفي حين بدأت ساعات النهار أمس بالكلام عن أن الحديث عن التعيين لا يزال محصورا بالمقعد الدرزي فيما تعيين المفتش العام الأرتوديكسي والمدير العام للإدارة الشعي غير مطروحين تساءلت أوصات سياسية عن إمكان تمرير الثنائي الشعي لسلة التعيينات كاملة وعما إذا كان ذلك يعني خوض معركة ثانية مع التيار سيكون حملها ثقيلا إلى الجمهورية إذن تتوجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المؤجلة من يوم الجمعة الماضي إلى ما قبل ظهر غد الثلاثاء للنظر في جدوى الأعمال مثقل ببعض البنود الإدارية والمالية المختلفة وقالت مصادر وزارية للجمهورية أن الوزراء تلقوا ملحقا في عطلة نهاية الأسبوع تضمن إضافة خمس بنود على جدول الأعمال الأساسي وهي الموافقة على إصدار مرسوم ترقية الضباط في الأجهزة العسكرية والأمنية وكالة عن رئيس الجمهورية طلب وزارة الزراعة شراء القمح المحلي طلب وزارة المال استعادة موظفين في المدرية العامة للشؤون العقارية إلى العمل وتأكيد على مضمون قرار سابق صادر عن نجلس الوزراء يتعلق بمصيرهم وهم ممن يخضعون للملاحقة القضائية قبول هبات من جهات مختلفة لبعض الوزارات والمؤسسات العامة وأعفائها من الرسوم الجمهورية بالإضافة إلى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة للعام 2023 إلى بعض الوزارات والمؤسسات وفق القاعدة الاثنين عشرية وعليه استبعدت مصادر حكومية عبر الجمهورية أن تتناول جلسة الغد أي تعينات في المؤسسة العسكرية لفقدان أي معطيات يمكن أن تؤدي إلى تعيين رئيس للأركان وملء الشغور على مستوى أعضاء المجلس العسكري نختم الجولة على الصحف مع النهار التي كتبت اليوم لعل من أبرز التداعيات التي ظهرها التمديد ظهور رئيس التيار نأب جبران باسيل في موقع المنعزل عن كل الصدقات والعلاقات السابقة ويرجح أن يكرس ذلك في الخطوة الثانية من تحرك التيار عبر تقديم عشر من نوابه مراجعة طعن بقانون التمديد أمام المجلس الدستوري بعد أن ينشر في الجريدة الرسمية في المقابل برز تطور رئاسي تمثل في الكشف عن تلبية رئيس التيار المرادة سلامين فرنجي دعوة قائد الجيش العمد جوزيف عون إلى العشاء هو الأول بينهما ونقل عن مصادر مقربة من ابن شعي أن فرنجي لبت دعوة لاقتناعه بأنه عون هو منافسه الوحيد للرئاسة ولإيصال رسالة بأنه يمكن التنافس ديمقراطيا والحفاظ على علاقات جيدة وأوضحت أن اللقاء إلى العشاء تناول كل الملفات ولسيما منها الاستحقاق الرئاسي والعلاقة المتدهورة مع التيار الوطني الحر وقد أراد فرنجي تطبيع العلاقة مع قائد الجيش بعد فترة فتور وهو يدرك أن وصول عون إلى رئاسة رهن قراره بالانسحاب ما ليس مطروحا حاليا ولكن فرنجي لا يكارر تجربة الرئيس السابق بيشيل عون بعرقلته الاستحقاق الرئاسي وتأخيره للوصول إلى بعبد شكرا